بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازيك سنة ساتة عاملين ايه يربو كلكد كله بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض مجموعة من الاسئلة اللي موجودة في الوحدة السبعة دي الاسئلة يا حبيبي اللي جاية بعد المراجعة مراجعة الوحدة هنحل مع بعض بيتش 86 وبييتش 87 صفحة 86 و87 وقبل ما نبدأ في الحل ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وسبسكرايب ليوصلكوا كل جديد ونبدأ على طول في الحل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دي عبارة عن مجموعة من الاسئلة المجمعة من اختبارات الاعوام السابقة يعني جات في امتحانات قبل كده اول سؤال يعني نستمع وضع دائرة الجملة اللي بنسمح بنعمل عليها سيركل دائرة اول جملة لتربيه بعد كده برضو بعد كده يبقى الجملة اللي بنسمحها في الامتحان من المس أو المسطر بنعمل عليها سيركل دائرة تاني السؤال عندي بقول لي يعني استمع واكمل هنا الكلمة اللي بنسمحها بنكتبها في النقط أول كلمة جاردن جي اي ار دي اي اي ان تاني كلمة ادرس عنوان اي دي دي ار اي اس اي اس تالت كلمة انيمال اي اي ما اي ال رابع كلمة عندي بعد كده تشوز اختر هنقول تاني جملة زمن الماضي المستمر بعد بختار الفعل اللي مضف له الجملة الثالثة برضو زمن يعني الماضي المستمر هنا برضو اسم مفرد والاسم المفرد بياخد وبعد كده الفعل اللي مضف له طبعا دي قاعدة قلنا يأتي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط اخر جملة في الصفحة دي حبيبي زا ايغل النصر از فاستر زان سابرت زا ايغل از فاستر زان سابرت احنا قلنا لو بنقارن بين اسمين بنضيف للصفة اي ار ونتبحة بكلمة زان ونتبحة بكلمة زان هنختار زان لما قول فاستر زان يعني اسرع من شوف الصفحة اللي بعد كده يعني والدي مش موجودين في البيت ليه انا اخترت بيرانتس علشان في ار و ار للجمع طبعا كلهم يدل على المفرد ما عدا بيرانتس هنختار بيرانتس بعد كده ممكن نقول لاتنين صح بس الاصح ان احنا نقول لائن هنا هنختار وقت دي قارة وين يأتي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط وده شكل الفعل في زمن الماضي البسيط بعد كده البسج الكطعب بقول لي يعني يوم السابت الماضي كان ايه كان مش ميس يعني يارا زهبت لحديقة الحيوان مع مين مع اسرتها زي وينت زير بايباس زهبوا بالأوتوبيس عندما وصلوا عندما وصلوا لما وصلوا لحديقة الحيوان زي فرست جوت تكتس اول حاجة عملوها ايه حصلوا على دساكر زين ثم زي انطرد يعني دخلوا انطرد يعني دخلوا زهبت حديقة الحيوان اندي بيجان وبدأوا كلمة بيجان يعني بدأوا تو ايت زير بريك فاست اني أقولوا ايه واجبة الايه الافطار تاني يا حبيبي زين ثم زي انطرد ززو اندي بيجان تو ايت زير بريك فاست وبدأوا ان يأكل ان يأكلوا هنا جمع طبعا زير بريك فاست يعني واجبة افطارهم زي هاد بيتسا تناولوا بيتسا اندي كيكس وايه وكيك افطر ذات بعد ذلك يعني بعد ما تناولوا واجبة الافطار زي سو ويلد انيمالز يعني ايه يعني رأوا حيوانات منتواحشة زي سو ويلد انيمالز بطو ولكن ولكن كانوا حالسين جدا منهم يعني كانوا على حرص من الحيوانات المفترسة او المتوحشة فاينالي اخيرا زي سبنت اهابي طايم تو جزر فاينالي يعني اخيرا زي سبنت اهابي طايم تو جزر يعني قضوا وقت سعيد مع بعض اول جملة على البسج يارا اندي هير فاميرلي هاد كيكس فور بريكفوست هنختار كيكس تناولوا ايه في الافطار احنا قلنا بيتسا وكيك الكلمة الموجودة منهم كيكس نختارها بعد كده وينزي وينتو توزززو it was a sunny day كان يوم ايه مش مس زي ما قلنا في البسج بقول لي وينتو توزززو اندي هير فاميرلي جو لص ساتر دي يعني الى اين زهبت يارا وقسرتها السبت الماضي راحوا فين هنقول زي وينتو توزززو زهبوا لحديقة الحيوان زي وينتو توزززو السؤال البعد كده وينتو توزززو انززو هم شافوا ايه فحديقة الحيوان هنقول زي يعني شافوا اورقوا حيوانات مفترسة او متوحشة بعد كده الترتيب اول جملة هتبقى الجملة التانية تاني انا معاكو واحدة واحدة الجملة التالتة وينتو تايجر ران باي شي ووز ووتشنج تي في وينتو تايجر ران باي اخر جملة في الترتيب هل تفكر او تعتقد انه حيوان مفترسة او متوحش بعد كده البنك تويشن الان في نو وبعد كده كومة بعد نو والإيه في اسماء والإيه في هاجر وفي الاخر فورستوب هنا الاي في اس الجي في جمال والأبصر في اس وفي الاخر كويسة شانمار كعالمة استفهام وبكده يا حبابي نكون انتهينا من حل الاسئلة ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكو كل جديد وقسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته